بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم على رمز شوية لو شفناه في المنام لازم نحذر رمز الحقيقة من الرموز اللي شوية بتكون رؤيتها غير محمودة. احنا اتكلمنا في اكتر من فيديو عن الرموز المبشرة والرموز اللي بتكون محمودة. النهاردة شوية هنتكلم على رمز شوية. ممكن يكون غير مستحب رؤيته في المنام. هو لي معنى طبعا غير محمود لكن طبعا لي معاني محمودة. ولكن في الغالب بيغلب عليه ان هو رمز غير محمود. اولا من الرموز اللي لو شافها الرأي يعرف اني فيه شخص محيط بيه. شخص ده محتال. شخص حاقد. شخص ماكر. كمان اول ما يشوف الرأي دي فيعرف الرأي على طول ان هو بعد الرأي دي هيقع لاما في خديعة لاما في نصب. لاما هيقع في هم كبير او مشكلة كبيرة. كمان الرمز ده لو شفناه ان هو على الجسم. اولا ممكن يدل على امراض. ممكن يصاب بيها الرأي. كمان ممكن يدل على خديعة. ممكن خديعة دي بكون خاصة باعمال الرأي او بتجارته او بماله. ممكن اه كمان تدل على خسارة. اه ممكن اه تحصل للرأي اه خسارة في ماله. خسارة في اه تجارته. اه كمان ممكن تدل على حسد. اه ان هو ممكن يكون الرأي مصاب بحسد. اه كمان من الرموز اللي ممكن يدل على وقوع اه خيانة. كمان اه من الرموز اللي بتحذر الرأي ان في امر ما بيدبر ليه. اه كمان لو شفناه في المكان اللي احنا عايشين فيه في البيت مسلا. اه فمعنى كده ان في مشكلة هتقع في البيت. اه لو شفناه في العمل فمعنى كده ان في مشكلة هتقع اه في العمل. يعني بيدل على مشكلة هتقع في المكان اللي احنا شفناه فيه. آآ كمان ممكن تدل على تعطيل. تعطيل في الرزق. آآ ممكن تدل على فتنة بين الاهل آآ وبين الاصدقاء. كمان سبقنا ممكن يدل على امراض روحية. ممكن يدل على حسد او يدل على سحر. آآ احيانا بيكون محمود في يعني في حاجات بسيطة. ممكن تدل على نجاح. ممكن تدل على خلاصه من من مشكلة من هم من ازا. هنعرف مع بعض ايه هو الرمز ده. كمان هنعرف امتى بيكون آآ غير محمود. وامتى يعني هنتكلم برضو لو كان محمود. آآ وامتى بيدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها دي. اولا الرمز اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو رؤية البورس. آآ رؤية البورس في المنام من الرمز اللي بتكون يعني غير محمودة آآ بالمر. اولا آآ زي ما قلنا ممكن تدل على امراض. آآ وخصوصا امراض جلدية. آآ لو شفناه انه هو على آآ ماشي على جسم الرأي. لو شفناه انه ماشي على الدريع بتاع الرأي او على ايده. فمعنى كده انه هيتعرض لي آآ خسارة. ممكن تكون خسارة مالية او خسارة في التجارة. كمان لو شفناه انه ماشي على بطن الرأي فمعنى كده انه هيتعرض للحسد. هيتعرض هيتعرض الحسد ممكن في اولاده في اهله. كمان لو شفناه انه هو في المطبخ. لو شفنا البورس ده موجود في المطبخ. فمعنى كده انه هيبقى فيه تعطيل او فيه مشاكل خاصة بالرزق. اي هجوم من البورس للرأي لو شاف انه هو بيهاجمه فمعنى كده انه هيتمر بشوية ازمات او هيمر بشوية آآ محن. كمان آآ البورس الاسويت كمان في المنام ممكن يدل على امراض روحية كمان ممكن تدل على وجوع آآ امر سيء جدا جدا للرأي. البورس الابيض آآ للرجل ممكن تدل على امرأة امرأة متسلطة امرأة سيئة ممكن بتحاول ان هي آآ او بتتمكن من الاقاع بال بالرأي. آآ وهتكون سبب كمان يعني المرأة هي هتكون سبب آآ في هموم ومتاعب للرأي. الشخص المسافر لما آآ آآ يشوف البورس في المنام فمعنى كده انه هو حاسس بغربة وانه هو مش قاتل يتأقلم مع الصروف اللي حواليه او او مع حياته الجديدة. لو شاف انه هو تخلص منه او قتله فمعنى كده انه هو آآ هيتغطى آآ مرحلة الغربة دي او احساسه بالغربة دي. كمان ممكن آآ ندل على آآ آآ رجوعه مرة تانية لبلده آآ وكمان بداية لحياة آآ جديدة هتكون حياة يعني افضل. كمان الرؤية البورس كمان في المنام ممكن تدل على ارتكاب الرأي لفواحش والمعاصي والسنوب آآ وممكن تكون كمان آآ سبب آآ يعني انه فيه شخص هو سبب في ابعاد الرأي عن آآ طريق الله سبحانه وتعالى. كمان آآ من الرموز كمان لما تشوف الرأي انه قتل البورس فمعنى كده انه هو بيتمتع بشخصية قوية آآ وانه هيتمكن من تغيير في حياته آآ آآ وهتكون التغيير ده للأفضل او للأحسن. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف البورس فمعنى كده ان هي بتمر بشوية مشاكل بشوية ازمات ممكن تكون آآ بسبب امرأة آآ دخلت في حياتها او ممكن تكون في حيات زوجها هي اللي بت بتسبب المشاكل لي آآ او هي اللي هي يعني بتقبر المشاكل. كمان لو شافته كمان آآ ممكن تدل للأسف على آآ انفصال. لو شافته على السرير او على آآ او تحت المخد فللأسف ممكن تدل على خيانة آآ ممكن تتعرض لها المرأة. الفتالة عزباقا ما تشوفه فمعنى كده ان في شخص آآ بيحاول ان يتقرب منها او آآ بيحاول ان هو يدى زوجها وممكن تكون الزواج ده يعني مش بارادتها او ممكن تكون مجبرة على الزواج ده. لو شافت ان هي اتلته اتلت البورس ده ولو كانت مخطوبة وكان في مشاكل او حاجة فمعنى كده ان شاء الله هتنتهي المشاكل دي وهيتم آآ الزواج على خير. الرجل الاعزب لما يشوف البورس في المنام فمعنى كده ان هو هيرتبط بامرأة ولكن للأسف المرأة دي شوية سهيئة السمعة او كان لها علاقات قبل كده. آآ كمان ممكن تكون آآ سبب في مشاكل ممكن آآ تحصل له. لو شاف ان هو قدر انه يتم انه يقتل البورس ده فمعنى كده انه هيرتبط بفتاة صلحة وبفتاة مددينة. كمان آآ لو كان هو مدزوج وشاف البورس مثلا في البيت فمعنى كده ان هيكون في مشاكل او خلافات بينه وبين زوجته. ممكن المشاكل دي للأسف يعني تكبر وتوصل للانفصال. آآ اكله بقى فمعنى كده انه هيكون في حياة افضل او سعادة او ود مع زوجته لو في مشاكل هتنتهي. كمان يعني من يعني من يعني يحسن يكون في استقرار وكمان يكون في انجيب. يعني خصوصا كمان لو كان في مشاكل آآ في الانجيب. آآ بكده احنا اتكلمنا عن اهم الرموز المتعلقة واهم الرؤى المتعلقة بالبورس. عرفنا امتى بيكون آآ سيء آآ وامتى بيكون قويس. ناو شفناه ان احنا ادرناها هو ده الحال الوحيد او الحالة الوحيدة اللي ممكن آآ يبكون آآ كويس فيها يعني. آآ باتمنى ان يكون اللي فيديو عجبكم. لو في اي استفصار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هارت عليكم. آآ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. والسلام.